نظم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب بعنوان حدود التفويض التشريعي ضمن برنامج مهارات برلمانية وتهدف الورشة إلى رفع مهارة العمل التشريعي في المملكة وتمكنه من توظيف الأدوات والصلاحيات التشريعية بما يعزز منظومة القوانين ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في المملكة من أجل تطوير أدوات العمل التشريعي في مجلس النواب وضمان عدم تداخل الوظائف للسلطات الثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة يُعقد بين الحين والآخر وبحسب الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب ومعهد التنمية السياسية ورش عمل هدفه هو الكشف عن مهية القوانين وأبعادها ومنها التفويض التشريعي طبعا نحن تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والتي من خلالها ندرب أصحاب السعادة النواب اليوم نفذنا الدورة الرابعة بالتعاون مع معهد البحرين تنمية السياسية والتي هي حدود التفويض التشريعي لاحظنا تجاوب النواب السعادة النواب مع هذه الدورة وأعتقد أنها ستكون في فائدة كبيرة منها إن شاء الله في الحقيقة هذه ورشة العمل تأتي تكريسا للنهج التشاركي بين الأمانة العامة في مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية حيث أن هناك مذكر التفاهم تتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات وورش العمل حتى يتم تزويد السادة النواب وفريق الأمانة العامة من موظفي المجلس النواب بكل المستجدات التشريعية والرقبية حتى نمكنهم من ممارسة أعمالهم بالشكل الأمثل وفقا لأفضل الممارسات الدولية معهد التنمية السياسية كشف عن أهمية التفويض التشريعي في تخفيف العبء عن مجلس النواب في التشريع خاصة وأن في جعبته الكثير منها دولاب العمل التشريعي أصبح فيه من الأوراق والوسائق والقوانين المعطلة الكثير كنا حاولنا في هذه الدولية في حوار منتد مع سيد أعظم مجلس النواب أن نحدد لهم ما هو هذا النص كيفية استخدامه حدود استخدامه القيود على استخدامه وكيفية إنهاءه تفويض التشريعي يغني النواب عن كثير من المضيعة للوقت حسب مواد الدستور في كيفية تشريع القوانين وعدم اللجوء إلى التشريعات الخدمية التي تضيع وقت كثير من الوقت على النائب في العمل البرلماني هذه الورشة مهمة من ناحية التفويض التشريعي وإعطاء صلاحيات للسلطة التنفيذية في كيفية مناقشة المقترحات والقوانين لتسهل عملية إنجاز معظم المشاريع العالقة في مجلس النواب ويكون تواصل بين السلطة التشريعي والتنفيذية تعاون بين السلطة التشريعية ومعهد التنمية السياسية يفتح المجال لتوسيع مدارك العمل التشريعي في المملكة ويجعل الصورة أكثر وضوحا أمام السادة النواب خاصة فيما يتعلق ببعض الصلاحيات والوظائف المناطة بالمجلس سهر عصور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين